الدولي ورمزية اليوم منها بتبع مع الذكر الأولى الانفجار مرفأ بيروت عام على الانفجار لهذه العاصمة بيروت واللي أودى بحير أكثر من 200 شخص والانهيار الكبير اللي عرفته لبنان اقتصاديا بعد الفجأة هذي أو الانفجار هذي أولينا وقتها عامل تالي كان نرجع صفيان ومعاد أكيد صور وفيديوهات فقنا عليها الصباح كيفاش كان انفجار كبير برشا وتابعناه لحظة بلحظة تبعاته الاقتصادية ما زالت متواصلة على لبنان أكيد تبعاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية اللي خليت تقريبا الدولة اللبنانية بكلها في التسلل خلينا نقوله لأنه المرفق بيروت هو شرايين الحياة عند اللبنانيين وغيرها من البلدان راهوا اللي اقتصادها مرتبط بمرفق بيروت انفجار كان مدمر لحقيقة للاقتصاد انفجار خلف وفاة 200 شخص وتشريد أكثر من 300 ألف شخص هذا كين ذيفولو الدمار الكبير والشامل لجزء كبير من العاصمة بيروت بيروت اللي هي بيريس الشرق الأوسط بيروت الحياة بيروت الفن بيروت الثقافة بيروت الأدب والعلم النجم يقولو انو اللي صار ساهم في تعميق الأزمة في لبنان انت عارف كل بلدان العالم يعانيهم من الكوفيد بأكيد لبنان منها كيف كيف واحدة من دول العالم اللي يعانيت من الكوفيد شفنا انهيار تقريبا ما نعرفش تقريبا غير مسبوخ للعملة اللبنانية شفنا التضخم شفنا النقص الكبير والحاد في المواد الأساسية وخلى نجم يقولو نسمى التصريحات لرئيس اللبناني اللي يقول ما حصل خلال آخر سنتين من انهيار اقتصادي ومالي مع كل تأثيراتها الحياتية والاجتماعية والنفسية يهدد بانهيار الدولة اللبنانية بكل مقامومتها ومؤسستها وأضاف الرئيس اللبناني اليوم عندنا فرصة فرصة تشكيل الحكومة وأعدكم أنني أبذل كل جهدي مع الرئيس المكلف لتذليل كل العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة تقريبا هم عندهم توا سنوية فكسردو جيريشو في تشكيل حكومة في إطار التوافقات الموجودة من اتفاق الطايف اللي تقريبا قايم على التوافقات بين مختلف الأطياف السياسية وتعرف التركيبة تومون كونسوفين يعطينا أكثر بسط عليها التركيبة السياسية في لبنان كل حزب دويلة داخل دويلة كله يضرب على روحه كله تقسيمات الرئيس البرلماني يجب أن يكون شيعي الرئيس الحكومة يجب أن يكون مسلم سني الرئيس الجمهورية يجب أن يكون مسيحي ماروني معناتا حاجات معناتا الوجه الآخر متع الديمقراطية وللنجم يقوله الوجه السلبي إذا كان صحة العبارة للديمقراطية المقاوة في لبنان توافقات تقريبا ما ضفتش جديد لبنان شايل يخليها غارقة في مشاكل سياسية ما عنديش نظير تقريبا الفساد مستشري بصفة كبيرة خلا الشعب اللبناني ينتفض مش لاقي الحل ورب يسر تقومش مرة أخرى حرب أهلية المسل اللبناني تعرف حزب الله عنده توجهاته كل مختلف قوى السياسية كل واحد عنده توجهاته وكلها قاعدة تجبد روحها الشي اللي خلا نوعا من التفكك الكبير اللي يهدد بانهيار الدولة اللبنانية وتعرف تدخل القارج شفنا تدخل فرنسي تدخل سابقا لإيران وسابقا لسوريا التجاذبات الداخلية والخارجية خليت الوضع في لبنان يزيدوا كل يوم سوءا هل بشيكون حكومة قادرة على إخراج لبنان من المسألة هذه تقريبا ولدت صعيبة برشا الخروج منها أكيد نستنوي ونشوفه لكن لابد للبنان من الخروج من المأزق اللي هي فيه لأن الشعب اللبناني أكيد يمرض لكنه ما يموت حاطة يظل سوفيان بشتقاد للتاريخ لكن تبعاتها زيتها بشتقاد للتاريخ في لبنان هو كي جدا بعض الحوادث تبقى معناها أماركي جميلة نوار كما يقوله معناها تبقى سودوية المعنى وكما حدث تغتيال مثال الشهيد شكرا بالعيد في تنظمة أحداث تقعد معناها تؤرخ لفترات وتؤرخ لحقبة أحيانا اللي صار هو التوعام بعد انفجار بيروت التوع منها فوش ما صار وعلى ما يبدو المعطيات المتعلقة بانفجار بيروت واضحة لكن ممنوع قولها حسب مثل ما قاله ويقام وهاب تبع تكنمتاعه في قناة الميدين وهناك قرار أمريكي غربي يقضي بمنع الأعليات عن هويات أصحاب لمونيوم اللي هو انفجر بشكل كبير جدا والحادثة هذه جات في وضع اقتصادي هش زادت عليها شاشة الكوفيد اليوم كلفو نجيب من قاتل هو ملياردير ينتمي الى البروزية السنية اللبنانية اللي معروفة كما قال الحريري وآل الغندول والغيرون بتكليف الحكومة صعد الحريري عنده مشاكل كبيرة مع السعودية حاب يرجع وكلفوه ومنجح لانه صعد الحريري هو نفسه منه عنوان للأزمة هو ابن شهيد رفيق الحريري وشتان بيننا في صلاة والثورية بصراحة شهيد رفيق الحريري كان الرجل مرحلة بعد ما عاودوا وعملوا اتفاق الطائف اللي عاودوا شكله به اتفاق 43 متع المساق الوطني بعد حرب أهلية مدمر عدام الخمسة السنة جاء وعمل شركة صريدال وعاود لبنان معناه في جهة المتحف وساحة الشهداء وداون تاون عاود لبنان بيلوت وكذلك عاود عاود نياس الشباب من مختلف الفصائل ومنختلف التواقف لبنان فيها 18 طائفة لبنان المشكلتها وانها جاية في منطقة متع زوابع سياسية فيها فعليين سياسيين كبار أولا اسرائيل ثانيا سوريا ثالثا فرنسا رابعا السعودية خمسا إيران هذوما الخمسة دول الفعلة الأساسية في الشأن اللبناني وعندهم تحالفات وتحالفات بوضاء دوري وفرنسا تعتبر أنه من وقت سليمان قالوني اخذت امتيازات ونذكروا وقت اللي شراك هبط الفرنسا ومستقبل لمشيش حتى قابل عيزهم ولي لمشي قابل آل الجميل وكذلك إيران بحزب الله والتي عندها وجود كبير جدا وبنبيه بري يعني حركة أمل والسعودية بينسويل بآل الحالي والجماعة والسنة عندها موقف كبير وما تنسيش الشركة سوريدال ابناه بها ياسر بفلوس كذلك طاليل اللي هو من جهة أمه أبن رياضة الصلح لبنين قبل كان فيها وجهاء يعني كيتبنات لبنين هي هي تركيبة جيو بوليتيقية أختفيسيال لبنين تبنيت دولة جديدة تعاملت في أربعينات أقل الماضي ولقوا مسلمين ومسيحيين وقالوا تاشكيفش المسلمين نقلعهم اللي هما لبنانيين والمسيحيين نقلعهم اللي هم عرب لأنه كانوا يقولوا نحب وناملوا مارونستان وغلو ووحدهم ووقتها كان ثمه مريف العون كان ثمه ميشيل شيحا كان ثمه رياضة الصلح اللي هو سني لكنه وكان ثمه تعايش مبينيتهم إلى حد المال في اللول كانوا هكاية وكانوا ثمه شخصيات بارزة مهمة كما قلت رياضة الصلح كما بشار الخولي بنوا والتفقوا على التوافقات بينسل التوافقات على السلس تنف بين المسلمين المسيحيين بدأت عايش عام ثمانية وخمسين بدأت المشاكل يختار رياضة الصلح بداية الخمسينيات ثم تبدأ المشاكل ويدخل على الخط شخصيات أخرى معاد شخصيات وفاقية اللي هما أساسا قيل جميل كاميل شامعون سليمان فرنجية وغلو ويبدأوا في المنظر بحيما بعضهم مساحيين ثم مساحيين ومسلمين ويدخل فلسطين على الخط يوليوا فلسطينيين هما وخلفاء في لبنين مسيطيري عام ثمانين في المئة في لبنين وعندهم ضرورة ضد اللبنانيين كما عندهم ضرورة ضد الإسرائيليين وتدخل بعضهم تتشكل مالها حرب أهلية واجهوا ماتري وفاريابل كما قلت لك المشاكل خطيرة جدا أنتوكا جايوا عن اتفاق الطائف قالوا نعودوا لبنيون لبنين اللي صار وأنو ظهروا شخصيات مهي حزب الله اللي هو فعل جديد والشيعة اللي كانوا محرومين تاريخين دار هي حركة أمل ألوية المحرومين اللبنانيين مش ألوية المقاومة حركة المحرومين لبنين عرفهم لي تمشي الهياسة وجزء من تاريخ الشخصي غاديكا كانوا قاعدين مدوا قاعدين كانت من حركة المحرومين يعني لسيبو المهمشين جات إلال وقالوا العباد وعملوا حوزة وطلعوا ناس ومن بعد طلعوا شخصيات كبيرة وطلع الدكتور نبي ريبالي ومن بعد جاء حصلنا وصل على شخصيات كبيرة حصلنا وصل على إذاك بكمال جنبلات بالشخصيات اللبنانية الفزة الكبيرة تخلي هو في أزمة الآن كبيرة الغرب متواطق وإسرائيل متواطق أو سوريا يخلوها من غديك عند حساباتها وإيران والتي يعتبروها فعل متوسطي وإلا ندخل في حرب ضد السعودية في اليمن وبدأت لعبة حتى أنه صحفي لبناني يكتبها لنا مقال غريبة لنبعون هذا حكي شي مقال لكن فيه معناها نوع من الطرف أشي يقول الصحفي هذي يحكي لتونس يقول برغم سباح الخير نيكرو صفيا قال لم ينتظر إيش قاستحيد تأجب فوضات النووية بين أمريكا وإيران يضرب يدها على التال ويقول كفارة طبقة سياسية لم ينتظر قاستحيد أن تأجب الحوار السلطيجي بين أمريكا والعراق ولا استكمال انسحاب الأمريكي من أفغانستان والسلاط طالبان على الحكم ولا تنصيب إبراهيم الرئيس لإيران في خمسة أب كي ينفذ انقلاب على المستمتين الوصول للسلطة باسم الديمقراطية لم ينتظر قاستحيد ممكن أن تصفل عنه محادثين الاشتقلات التي يجي بين واشنطن وموسكو لم ينتظر قاستحيد أن تهاء أجم تصدر نهضة بين مصر والسلطين من جهة وأثيوب من جهة ثانية لم ينتظر قاستحيد إيجاد حل سيات للأجمة السولية كافة على شيئا أن تشتلس من الغلق ومن فأض الديمقراطيات والحريات بينما المديونية تصد 98% من نتش محل جمالي لم ينتظر قاستحيد الانتخابات الليبية لم ينتظر قاستحيد ما ستصفل عليه ملكافات بين الحكم والحركة في جدائل تويلهم المقال لم ينتظر قاستحيد مدولة الاتحاد الأوروبي شي يقول الانتظارات لا تجري إلا في لبنان ووحدهم سياسيوه يملكون الطرف في اللعب على الوقت معرف كيف تتعبوا ريع الأزمات في المنطقة ولا علم عليها تحمل أحدها من السلطة وتزيده من عدد وزرعه وتقلل من وزراء خصومه الانتظارات أزلت لبنان حب ذلك لو قام قايص عيد لبناني يقول لطبقاته السياسية بكاملها كفاء هذا في جريب النهار سميح صعب وتل برح قال معاذ قبيرة لبنان هي عاصمة الصحافة هي عاصمة الفكر هي عاصمة الفن أتات وديع الصافي أتات صباح أتات فيروز أتات ملحنين كما فيليمون وهبي أتات الرحابنا أتات الشرب الروحنا هي عاصمة الجرائد هي عاصمة الأقليات الأكراد والأرمن والناس اللي يتقضاوا عليهم في الشرق جاءوا غاديكا واستوطنوا والله معناها عندهم وجود لبنان فيها باتشورك أثني فيه صارة كبيرة اليوم يحكم فيها سعد حريما يشيقره بلاد جبران خليل جبران وميخايل نعيمي وبلاد عمر فاروخ وبلاد معناها فواد الفرام البستاني وبلاد معناها الناس اللي تورط اللغة العربية على فكرة توروحها سحي الشرق عندهم مرحبنا يعني حتى يقرأ تعطيه نص يهجي حتى أبوه دا لا يرحمه ما كانش قاري كبير ما نعملوا التلفيو صحافي السوري في الطيران متاعه أخي قلويا مش قاري أمامها ومن يجي المعنا فهمت أما أنا عندي أصدقائي مو ملح بناتنا ونكرموا بعضنا تقريبا كل ثلاثة أربع أيام يقولوا يصفيان معناش تزوي يخص علينا عشرة سوية يصفيان معناش يماء نقلوا بنهارين ثلاثة بلاش ما واحد يدو بل عليك يجي تكلموا وخلوذك فرض تعرف في لبنان واحد تخلى تخلى الحنوط تعطار هذر فرض وقالوا بدي طبقة سياسية متردية سمحني نجي بيقاتي وحزرنا أنتوبا عنوان الأزمة كلكم كلكم وليت عنوان أزمة تخطف أختي تلات داخلية هنالين عركة في زحلة في داخل بيروت عامنوا عركة معناها في عرص وتوقع لكي وتحقيقها ما كانش وانتش الجيش في الداخل وصارت فيها جنازة يعني صار فيها وصار ما صار يعني يعني يوليكم أنه لبنان في أزمة كبيرة وخاصة تنسمم أمر الصمت كبيرة والشعب اللبناني الليلة اللبنانية في لبنان عندك حق تخلص بالدولار الف وخمسمائة ليلة هي دولار الآن وصلت 22000 لما قعل على ميقاتي هبتت 18500 لكن تصور أنت بين 1500 و18 و500 شوف ساعة الحياة قداش وصل يعني لبنان بلد الأدب بلد الفن بلد الصحافة بلد الفكر بلد التنوع الأثني بلد معناها التعايش السلمي بلد كما قلت لك وديع الصافي أنا مشيت معي حسين همامي لجوية بلد بلد لبنان وشمال وفي بعلب وفي السهل وغلو شوف الآن كيف يعني من طبقة سياسية متحجرة متكلسة وحنا نشوف هنا لبنان عميل تاني عميل تاني هم كيف عملونا احنا طبعا بعد بدا شي يصل عندهم ثمانية لبنانيين عشر ملايين لبنانيين يعيشوا في المهجر ينجم بلدهم لكنهم ايشو من هذه الطبقة السياسية المتخلفة وكاكاد ونكون في العالم العربي الوحيدين يحكمونا الاغبية وحكمونا ناس ليستجيبوا للغبات القوى الحية والشباب اللبناني مغيب والميليشيات قادة تستني يزوك تفهم كيبنيوا مثلا أنا نعرف منطقة اسمها زلقي بحضة وانتي ماشي الجونية كي نجي ماشي الزلقي غادي تلقى بلاسات وفي البلاس تشوف حاجة هاكا بالأحمر كل شنون كل كذلك القناس يعني يبنيوا العمارة ويحضروا مكان القناس ومدهون بلون الدم ويعطيه البلاسة اللي ينجم يراه أكبر عدد من الضحايا يعني اقترنا حتى يعني لبنان اقترنا فيها جراء هؤلاء القتل اللي يقتلوا في شعبهم اقترنا فيها حتى الأعمار بالدم طول البلاس يعني نقدر ماهو يعني فيه شبك للقناس رو رؤسي أحزاب كانوا صفحين ما نيه احنا نفس الشي غير ربي بيبقيد لها فالد رو بلقيبة نحن دروغ وقتها طول نرجع نها بعد الثورة ونحن السلاح عما كان جينا بسلاح وغيره لو كل واحد تشدد نهج وعمل قناس وعمل جريدة وعمل كذا لكن هما توالد المقدم بتاع صير لبنان نازمة بدأتوا عام ثمين وخمسين والتدادتها لحد الآن جات حرب عليها عام خمسة وسبعين التدادتها عام نوات التسعين طوى رجعوا الى وضع جديد وما عادش فيها كما قلت كي كان ميشيل شيحة ولا غاني فرعون ولا كمال جنبلات ولا غيره وكان يلموا العباد ويجاوز حدود الطائفية كمال كان يجاوز حدود الدروز لكن وليد درزي زائم درزي وعنده شيخ العقل عيش في سوريا وشيخ كذا ومعني ما يشي نتمنىوا منهم يخرجوا من نشاء الله يخرجوا شعب لبناني وليل بني هي نبراس العالم العربي كانوا نصاميها بابلينس الشرق الأوسط ولبنان هي بلد الفكر وبلد الحضارة ولو هي عشرلاف ورمائة واثنين وخمسين كيلو متر مربع يعني خمسة موارات قد تدخل امتاعنا هنا لكن لبنان فيها سحر غيب اللي يعرف لبنان ليمشي للجبل ليمشي للجنوب اللي يمشي معناها القلعة شقيف اللي يمشي لبعلبك يمشي يشوف حاجات اللي ما تصورها بلد فيه يختلط السحر بالحياة لكن للأسف شديد عطوا موديل بتاع سياسين أغبياء كما نبقلين اللي عنا شدينا سياسة هنا في تونس يمكن يهزونا الى وضع اسوأ احنا معناش الطائفية لكن حابو يلعبوا على الجهوية على العروسية على حاجات كما هكذا رب يصروا الشعب لبناني وان شاء الله يرجعوا الى الامن والسلام والابداع هو لبنان بلد الابداع بلد الفكر الحلق بلد الفن والجمال وبلد زدى فيروز نسموها بعد الفصل في مش تخبر نقطين اه السيستة توافقات اديت الى الخراب ودهما قرطت الفساد اديت الخراب في لبنان وتقريبا نحن متوجهين في نفس السيناريو اذا كما نقضوش الروحنا راجعنا معكم بعد